عايزين نستأذنك نعرف في البداية كده فكرة مجرد الفكرة نفسها جات منين فكرة انعقاد هذا المنطقة وبطبيعة الحال أي يعني أي منطقة من هذا النوع أكيد بيبقى محطط له أهداف في البداية فعايزين نعرف فكرة المنطقة جات منين والأهداف المنشودة من وراء طال عمرك أنا في الحقيقة كان لي مجال كبير في مجال الرياضة اشتغلت كلاعب ومدرب وإداري الفترة الأخيرة أني عملت إداري وبين اتحادات عربية ولجان عربية وأخيرا في المجلس الرياضة العربية أنا قدمت المبادرة هذه كفكرة تكون الآن تتماشى مع الوضع الذي نحن ماشي فيه بلاست على الموضوع هذا تقريبا سنتين أو أكثر شوية أنه نعمل حاجة جديدة وتخدم المرأة العربية وليس المرأة السعودية ولا المرأة الخارجية لا تخدم المرأة العربية بصفة عامة نخدم منهجية جديدة فقدمت المقترح لجامعة الدول العربية قابلوا المقترح مبادرة لقت كل الاستحسان لقت كل القبول لأن هذه الأول مرة تعمل على مستوى الوطن العربي بدانا أن يكون هناك تكريم للقياديات العربيات التي وصلنا إلى أعلى المناصب القيادية سواء أولمبيا أو دوليا أيضا تقريم الرياضيات العربية التي لهم إسهامات في نشر رياضة المرأة فنماذجنا كثيرة في الوطن العربي أيضا ما ننسى أن هناك عندنا بطلات أولمبيات وعندنا بطلات أولمبيات يعني لما بيت العرب يجمع هؤلاء البطلات ويكرموا في بيت العرب فنعتبر بالنسبة لنا إنجاز كبير حلو جدا ترجمة نانسي قنقر